السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت عزيزة على السؤال عن المرأس سدى الفلوس الوردة من الحكومة للميت طلعت بشكات باسم الأم أي الشكات دي للورثة أم للأم حاضر شكرا يا محمد كل منفعة تأتي للميت بعد وفاته مراس بلا جدال ولا خلاف هي تيجي للأم تيجي للأخت تيجي للجران مدام جاية باسم محمد ومحمد له أب وأم كل واحد هاخد السودس منها كهت تلوكات عشرة جنيه والأم اللي هما أم الأولاد هتاخد منها لأن الراجل ميت ومخلف التمنى والأولاد للذكر مثل حضر الأنسين كأنه بيوزعوا بيت بالظبط حتى فلوس الخارجة اللي بيسموها فلوس الخارجة يعني معناها أحيانا في بعض الجهات أو كلها يمكن تقريبا لما العامل أو الموظف بيموت بيبعتوا ألفين أو تلات تلاف جنيه خارجة له أو بساعدة في الخارجة إزاي المبلغ دا يتصرف هما ودوب بسبعمية أو بألف وجابوا كافا بمئتين وسبعين والترى بيخدلوا متين جنيه اللي دفنوا وبقى من الخارجة اللي جاي لحكومة ألفين جنيه تتوزع إلى ألفين جنيه كل حسب نصيبه في الميراز الهوى لو جايه لو فيه هوا هيبقى الهوى ميراز أي منفعة تيجي مفيش حاجة اسمها بإسم مين إنما القواعد والحكومة أنا مش دعوة بها اللي يدعب شرع ربنا دي جايه عشان محمد أبو اسماعين وأبو عبد الشكور وأبو ليلة وأبو نرجس يبقى كل دول لهم حظ في المواريس في المنفعة اللي جاية على طريق أبو عبد الشكورة